قالوني انتقل لقضية اخرى لها علاقة بالطرق وزي ما بنقول يعني انه هذا الطريق السحلي ده طريق اتطور جدا فيه طريق اخر يتم تطويره بقاله كتير او بيتم تطويره اللي هو الطريق الدائري الدائري العادي الطبيعي بتاعنا بيتم تطويره بقاله سنوات طويلة المشكلة في الدائري دلوقتي وده اللي مقلق جدا رغم ان فيه نقلة نوعية في مناطق كتيرة جدا لكن المشكلة في الدائري دلوقتي انه فيه مناطق الاسفلت فيها غير متوازن غير مستوي ففيه مناطق الاسفلت فيها عالي ومناطق الاسفلت فيها منخفض دي بتؤدي لحوادث كتيرة جدا ومع الازدحام ممكن تلاقي العربية نصها على الاسفلت الواطن ونصها على الاسفلت العالي وده بيخلي صعوبة جدا لقائد السيارات فأتمنى من القائمين على اصلاح الدائري وده مشروع كبير جدا بقالنا سنين بنصلح فيه بس انا متأكدا ان هو قرى بيخلص فيه مناطق كتيرة اتوسعت ومناطق كتيرة اتحسنت لكن عايزين انه هذا الاسفلت ده القصة ما بين العالي والواطي دي خطر جدا ممكن حد يفلت منه الدريكسيون يلاقي نفسه داخل في الصور كذا حد اشتكلنا من الطريق فانا تمنى انه يتم اصلاح ده الجزء التاني اللي عايز اتكلم عليه يخص هضبة المؤطم اصلاح طريق المؤطم والحقيقة انه طريق المؤطم هتستلمه فيه منطقة في المؤطم بيتم بقى طبعا عمل مشروع كبير فيها عن طريق شركة النص لكن انا هنا بتكلم على مطالع المؤطم من ناحية الاوتوستراد او ما يسمى بمطلع السلاب او الهضبة الوسطى المطلع ده بيتم تطويره وتوسعته اعتقد فيه محور بيتعمل هناك لكن المقاول اللي بينفز هنا الحقيقة عنده كذا مشكلة واحد الاضاءة في هذه المنطقة غير كافية ضلمة تماما اتنين المقطورات بتطلع في اوقات مش واضحة وعربيات نقل شغالة في هذا التطوير بتطلع في اي وقت ويعني مخيفة جدا بالنسبة للناس العادية والناس كتيرة بتشتكي في حفرة كبيرة بقى جدا موجودة هناك الحفرة دي لو محدش واخد باله منها العربيات بتقع فيها بكرر تاني فيه اصلاح في هذا الطريق واحنا سعداء جدا انه يحصل هذا الاصلاح ولكن ارجوكو نحافظ على ارواح الناس واحنا بنعمل هذا الاصلاح سواء في الدائري اللي الاسفلت فيه غير متوازن او في مطلع المؤطم اللي هو من عند السلاب او اسمه مطلع السلاب او الهضبة الوسطى لان ده تقريبا المطلع الوحيد اللي الناس بتقدر تستخدمه دلوقتي المطلع ده ضلمة والمطلع ده كمان سيارات النقل بتشتغل فيه فبتجري بسرعات رهيبة كأنها بتسابق العربيات الملاكي وكمان فيه حفرة كبيرة جدا في هذا المكان بتؤدي الى مشاكل كتيرة وممكن عربيات كتيرة تسقط في هذه الحفرة نيجي بقى الاخر حاجة اخر ملاحظة ليه على الطرق ودي لعلاقة بمنطقة الشيخ زايد واحنا دورنا هنا ان احنا نقول يا جماعة فيه مشاكل في المنطقة دي والمنطقة دي والمنطقة دي وانت جاي من محور 26 يوليو من ميدان لبنان وخلاص داخل على آخر المحور بتواجهك لفتات اعلانية ضوئية ضخمة جدا المشكلة في اللفتات الاعلانية دي اللفتات الاعلانية موجودة في العالم كله لكن درجة الاضاءة في هذه اللفتات لها نسبة اضاءة متعارفة عليها ايضا علمية في العالم كله ليه؟ لان لا يمكن ان تكون هذه الدرجة من الاضاءة مبهرة جدا لدرجة انها بتؤثر على رؤية قائد السيارة فيبقى مشايف معنا الصورة يا جماعة بالضبط مثلا يعني انا مش بتكلم هنا عن الاعلان انا بتكلم على درجة الاضاءة المزعجة جدا اللي ممكن تبقى مزعجة بالنسبة للناس القائد السيارة وهو داخل هذه المنطقة دي بالضبط بتبقى عاملة عند كبري كده عند منطقة كبري مشاكدة فبتبقى وانت داخل نازل داخل اخر محور وداخل منطقة الشيخ زايد فجأة بتلاقي هذه اللافتات درجة اضاءة مفزعة مزعجة انا نفسي ببقى منزعجة منها جدا اي قائد سيارة منزعج منها جدا وبتؤثر على قدرتك ان انت شايف لا العربية اللي قدامك ولا شايف الطريق لانها مبهرة يعني مبهرة مش بالاعجاب مبهرة في درجة الابهار والاضاءة في العالم كله في درجات اضاءة بقيم معينة في هذه اللافتات الضوئية وده له معيار ومقياس مش معمول عشان تعمي السواء فيخبط في العربية اللي قدامه وما يبقى الشايف كذا حدثة حصلت في هذا المكان نتيجة هذه اللافتات الضوئية انا معرفش دي مسئولية مين الحقيقة هل مسئولية المحافظة مسئولية المحليات مسئولية يعني في النهاية هي مسئولية القائمين على هذا المكان منطقة الشيخ زايد لازم يبقى فيه قياس لدرجة الاضاءة في هذه الاعلانات لانها مزعجة وتتسبب فيه كثير من الحوادس دي مجموعة بس كده تاين تاين